اختتم المؤتمر الدولي لعادة اعمار العراق في الكويت اعماله مع استذكار الحاضرين حجم الفساد المستشري في العراق ومخوفهم من ان تضيع جهود الدعم المقدم الاعباد ووفد حكومته والذي قدم قائمة بنحو 157 مشروعا للحصول على استثمارات اجنبية لها طالب بمئة مليار دولار لتغطية نفقات اعادة اعمار العراق لم يحصل الا على مبالغ محدودة وبشروط مسبقة اهمها ان تنفذ الشركات التابعة للمؤسسات المانحة للمشاريع حصرا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تعهد بان تقدم بلاده ملياري دولار واحد كمساعدات والاخر كقرض وليس منحة سبقته في اليوم الاول من المؤتمر منظمات غير حكومية بتقديم 330 مليون دولار وهي حصيلة مبالغ لا تلبي طموح العبادي الذي تحتاج حكومته الى نحو 22 مليار بالاجل القصير واكثر من 65 مليار اخرى على المدى المتوسط دون تحديد اي اطار زمني ورغم مساعي العبادي في استثارة المجتمع الدولي والتلويح بعصى ما وصفه الارهاب مستغلا مأساة النازحين وان بقاءهم في العراء سيكون سببا في عودة ظهور تنظيم الدولة حاول العبادي ان يبتز المشاركين في المؤتمر ليفيدوا عليه بالعطايا لكن دون نتيجة فالجميع يعلم ان سياسات الحكومات التعصفية والاقصائية هي من تسبب في ظهور التنظيم اذا هو فشل لطالما تكهن به كثيرون واخرها صحيفة نيويورك تايمز التي قالت ان نتائج مؤتمر الكويت تتجه بالكاد لتحصل الحكومة في بغداد وفي احسن الاحوال على اربعة مليارات دولار فقط فالفساد المستشري يشكل تحديا كبيرا امام مساعي جمع الاموال واقناع المانحين بعد ان احتل العراق عام 2017 المرتبة السادسة والستين بعد المئة من بين 176 دولة على لائحة البلدان الاكثر فسادا بحسب منظمة الشفافية الدولية فضلا عن سجل حافل يوثق هدرا ونهب الحكومات المتعاقبة في بغداد منذ عام 2003 لمئات المليارات دون مساءلة او متابعة